في ظل استمرار الحرب على غزة دعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس كافة الرعاية إلى التخلي عن أية فعاليات احتفالية غير ضرورية في عيد الميلاد المجيد لهذا العام كما يشجع البطاركة الكهنة والمؤمنين على التركيز أكثر على المعنى الروحي لعيد الميلاد في أنشطتهم الرعوية وشعائرهم الدينية خلال هذه الفترة مركزين كل أفكارهم مع إخواننا وأخواتنا المتضررين من هذه الحرب وعواقبها ومع الصلوات القلبية من أجل سلام عادل ودائما على أرضنا المقدسة دعين المؤمنين بأن يصلوا ويساندوا ويتبرعوا بسخاء لمساعدة ضحايا الحرب من الذين هم في حاجة ماسة إلى ذلك وأوضح بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس أن هذا الإجراء يأتي في ظل الأوقات الأليمة والحزينة التي نعيشها هذه الأيام بسبب الحرب على غزة وكان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أصدر الأسبوع الماضي بيانا أعلن فيه إلغاء جميع فعاليات وأنشطة ومظاهر عيد الميلاد المجيد لهذا العام وذلك احتراما للضحايا البريئة ولدماء شهدائنا الزكية في غزة وعموم فلسطين ليقتصر عيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية كما قرر المجلس التوحد خلف الرأي المستقيم الذي تمثله المملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني مثمنين كل الجهود الأردنية الدؤوبة لإخراس صوت الحرب